موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم تسببت رياح شديد فجر اليوم في سقوط الواجهة الزجاجية لمطار عدن الدولي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسافرين والعمال الذين كانوا في المطار وقال مدير عام المطار عبد الرقيب العمري في تصريحات إعلامية إن العاصفة تسببت بإصابة خمسة مسافرين واثنين من موظف المطار وتم إسعافهم إلى مستشفى البريه لتلقي العلاج وشهدت المدينة هول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة أسفرت عن خسائر مادية وخلفت أضرارا في عدد من المنازل والمحلات التجارية بالإضافة لإقتلاع عدد من أعمدة الإنارة في شوارع المدينة أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية في اليمن هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام وبالإضافة لتخفيف المعاناة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية وجدد الرئيس العليمي خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجين التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها من جانبه أشاد السفير الأمريكي بالاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي والعملية الأمنية الناجحة التي قادت لضبط منفذ الهجوم الغادر وعدد من المشتبه بهم بالتورط في أعمال عدائية عقد المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء لقاءه الاعتدادي الرابع والثلاثين في مدينة مارب مؤكدا أن الميليشيا الحوثية السلالية الإرهابية تعمل على عسكرة مداخل العاصمة الصنعاء من خلال توزيع الأراضي التي تبسط عليها على ميليشياتها وبناء مدن سكنية شبيهة بالمعسكرات ودع المجلس أبناء محافظة صنعاء إلى مقاومة كل أشكال النهب والسلب التي تمارسها سلالة الحوث الإرهابية والتكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع بشكل يفوت الفرصة على تلك الميليشيا المارقة التي تستغل الخلافات البينية للهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ والاستحواذ على أملاك الناس بقوة السلاح شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الرقص صغير حمود بن عزيز اليوم تخرج الدفعة الثانية صاعقة من اللواء 72 مشاه وأشهد رئيس هيئة الأركان العامة بما أظهره المتخرجون من مهارات وقدرات قتالية عالية مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة اللواء 72 مشاه في مجال التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الذين يعول عليهم في استعادة الجمهورية ودحل انقلاب تنظيم جماعة الحوث الإرهابية المدعومة من إيران أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوث الإرهابية في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعيس كما تمكنت قوات الجيش من إفشال تسلل للميليشيا الحوثية في عدد من المواقع في الضباب غربي المدينة وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح أدانت منظمات المجتمع المدني جريمة الاغتيال التي استادفت حياة مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي أثناء زيارته لمدينة التربة مساء يوم الجمعة وتقدمت منظمات المجتمع المدني بالتعازي لأسرة الفقيد مؤيد حميدي ولجميع العاملين في برنامج الغذاء العالمي ولكل المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني أشاد ممثل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريزلي بالجهود الكبيرة والمكثفة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز والتي تمكنت من القبض على المتهمين في اغتيال مؤيد حميدي منسق برنامج الغذاء العالمي جاء ذلك خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع محافظ المحافظة نبيل شمسان وأعضاء فريق خلية الأزمة في مكتب الأمم المتحدة بحضور المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ريتشارد راقان حملت رئاسة هيئة التشاور ميليشي الحوثي مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد وأكدت على أهمية تعزيز التوافق الوطني المسؤول لمواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات جاء ذلك خلال لقاء نواب رئيس هيئة التشاور المصالح عبد الملك المخلافي وسقر الوجي وجميل رجا وأكرم العامري القائم بأعمال سفير بريطانيا لدى اليمن شارلز هاربر وشددت رئاسة الهيئة على ضرورة الضغط على الحوثي للتوصل إلى سلام مستدام من جانبه أكد القائم بأعمال السفير البريطاني دعم المملكة المتحدة لوحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي ودعمهم لجهود هيئة التشاور والمصالحة في تعزيز التوافق الوطني حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من خطورة استغلال ميليشي الحوث الإرهابية ليوم عاشراء وتحويله إلى مناسبة خرافية مستوردة من إيران وجهت الوزارة في بيان جميع مدراء مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات وغطباء المساجد والدعاء والمرشدين بتنبيه المواطنين بخطورة ما تقوم به الميليشي الحوثية لتكريس انقلابها وفرض ثقافتها الطائفية الإمامية التي لا تمت للدين والمجتمع اليمني بأي صلة أوضحت الوزارة أن يوم عاشراء مناسب لفعل الخير والصوم اقتداءا بالنبي محمد وليس يوما يتحول فيه إلى لطميات وبكائيات وتشويه للإسلام غادرت الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني والوسائل المكونات السياسية والشخصيات اليوم عبر مطاري ريان وسيئون إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة رسمية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال أعمال الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني وتأتي عودة الوفد الحضرمي من ساحل ووادي حضرموت لمتابعة القضايا التنموية والخدمية المقدمة من الجارة السعودية الشقيقة وكذا رفع تصورات وعمل المجلس خلال الفترة الماضية وإنجازها للوثائق والأوراق الخاصة بعمل المجلس تحطيرا لإشهاره أغلق فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج اليوم عددا من منشأة الصرافة المخالفة لعملية بيع وشير العمولات الأجنبية في مديريتي الحوطة وتوبن وقال مدير فرع البنك ممدوح الشعبي لوكالة سبا إن الحملة التي نفذها فرع البنك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمت بالطرق القانونية وبعد اتخاذ إجراءاتها الضبطية من نيابة الأموال العامة وقد شملت منشأة الصرافة غير المرخصة وغير المجددة لتراخصها وأشار الشعبي لأن الحملة ستستمر حتى تستكمل أهدافها كاملة في تحقيق الاستقرار الوطني للبلاد عقدت محكمة المنصورة الابتدائية اليوم جلسة الثانية لمحاكمة المتهم حسين هرهر في قضية مقتل الطفل حنين البكري عشية عيد الأضحى المبارك بالعاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر صحفية أن الجلسة عقدت بحضور العشرات من المواطنين الذين توافدوا تلبية لدعوة وجهتها أسرة حنين لحضور الجلسة ومؤازرة المؤمن واستمعت المحكمة لإعترافات المتهم وتم مواجهته بشهود الإثبات واستجوبته مع الشهود من قبل النيابة ومحام أولياء الدم ومحام المتهم عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن حلقة نقاشية حول الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا بمشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وتناولت الحلقة خمس أوراق نقاشية شارك فيها ممثلون عن وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وشعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المحافظة وفي افتتاح الفعالية تطرق رئيس لجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي إلى الآليات الوطنية لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا وجهود اللجنة الوطنية في هذا السياق وبما ينعكس على حفظ حقوق الضحايا وتقديم المتسببين للعدالة كما ناقشت الورقة ضرورة تعزيز النظام القضائي وتطبيق القانون كشرط أساسي لتحقيق المساءلة والذي يتطلب على المستوى الوطني اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الضرورية التي ناقشتها الورقة نجح أحد مزارع أبيان في زراعة فاكهة العنب لأول مرة في مزارعته الواقعة في منطقة الديو في دلتا أبيان على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة فيها بشكل كبير نجاح زراعة العنب في دلتا أبيان جاء بعد محاولات كثيرة أجرها المزارع منير يحيى لأنواع مختلفة من الفاكهة وعلى الرغم من فشل التجارب السابقة إلا أنه كان لإصراره نتائج إيجابية مكنته من نجاح التجربة الأخيرة لزراعة العنب العاصمي وهو ما يعني أن البيئة المناخية في المحافظة مهيئة لزراعة أنواع جديدة من الفاكهة قد يسهم استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة